في مستجدات أخرى أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنطوني بلينكين ضرورة العودة إلى الحوار وطاولة المفاوضات لبحث مستقبل التحالف العسكري الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق وحسب بيان للخارجية العراقية شدد حسين خلال مكالمته مساء أمس مع بلينكين على رفض الحكومة العراقية للهجمات الأمريكية في إشارة إلى غارات جوية شنتها قوات أمريكية يوم الجمعة على مناطق في العراق ردا على هجوم أدى لمقتل ثلاثة جنود أمريكيين عند الحدود الأردنية السورية وطالب فؤاد حسين رسميا وزارة الخزانة الأمريكية بإعادة النظر في العقوبات التي فرضتها على عدد من البنوك العراقية